مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ساحيت سينور الدين وش حالك الحمد لله الله يهنيك الحمد لله ذكرني بالاسم انت عكبرك شايفك هيه جمال مرحبا بك الأخ جمال الله يسلمك وشارك بخير تكلمنا في واحد الموضوعات تكلمنا من قبل هي والله يلباس والله يلباس انشد عليك الخير الله يسلمك إذا كان رك فتح فقط صفحة غلقها أراني اسمع في الصوت يتعلم استنى مع الباليش بلاكي أغلقها اسمعني مباشرة من هكذا سيبان هكذا نرملمون سيبان هو مازال وقلي يتعود الصوت نزال تفضل أقلب الليلهات بارك الأخ جمال يروب العرض هكذا مليح هكذا كوعدل كاميرا شوية شوية دير في الكادر هايا دكور مرحبا الله يسلمك شوف نردين أنا ما نطول أنا ما نطولش عليك وشي هو كاي النقطة ما نتفهموش فيها أنا وياك لك الفضل انت كنت تكلم على الدستور يعني ترد على التعليقات على ما اظن كاي نزوج أحزاب في تاريخ الجزيرة رهم خرجين على الدستور كاي نلفيس الجبهة الإسلامية اللي ينقاذ وكاي نلر سيدي في زوج خرجين على الدستور ولو كانت حاب تتعمق في الأمر رفض الدستور منتاع 89 وقرأ أولا الدستور متاع 89 يتكلم على جمعيات ذات طابع سياسي ما يتكلمش على أحزاب سياسية هذه اللولة الثانية كي تقرأ المادة 40 وقيلة من الدستور أنا ما نيش خابر في القانون على كل حال ولكن نقدر نجيبوا الدستور الآن وشوفوا الناس اللي قرأوها مع بعضنا نقرأوه 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 كي نوقيل المادة 40 على ما أظن تتكلم على الحريات الشخصية والجمعيات وإلى آخره وأسنة وقل رأي عندي هنا يا أسنة تشوفوا دقيقة برك سمحني دقيقة أسنة راش تشوف وين راحت راحت لي المهم شوف بها ما نطولش عليك أنا بلوري نطر أنا تفضل نديروها ومثالي مهزوز من الرئاسة ونديروه ونتكلمه بالماد مطفل هاو قد من الدستور أسنة شوف دقيقة برك دستور الجزائر هاو قد من الدستور تفضل يلا دقيقة برك تسعة وثمانين هاو قد من الدستور وقل المدى وقل المدى ربعين مدى ربعين هاي المدى شوف المدى ربعين ربع سيفة هاي المدى أسنة شوف حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي وطرسن به ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الكريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلام الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب هاي والله هاي والفضل وش رأيك أنت تقرأ الكلام هذا شوفيه وش فيها قرأت الكام هذا وش تفهم بالضبط وضح الأمور وضح الأمور وش دي أنا نجم نقول لك كيف نفهم الكلام هذا هاستنى حبس 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 استنى حبس البيناس اللينا عليه بلعق لانت سين ضدين الكلام هذا أنا كي نقرأها وش نفهم الدستور يكفي الحريات للأفراد لمنها حرية المعتقد دكور وحرية الهوية الثقافية كي ترفض الفيس الفيس قال لك احنا مسلمين ونديروا كيف نهدرها البلدية الإسلامية احنا المسلمين وهذو الكفار ولرسي دي قال لك احنا في قرصنا ريشا دكور وحنا هم مالين لارض وانتو مرحوا بعدو علينا أنا قاعد قاعد جيكزا جريم بتي بمس ببريسا نو أمور مطروحها ولد عمي وش رح نقول لك أمور مطروحها كما شوفيها كما هك لا 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 أخ جمال شوف علاش لا لا هسمح لي شوف انت ضد الحريات هذلك لما هما داروا الحريات سمحني رأوكي الصوت يتعود بارك نغلق لك الميكروفون بش ميتعوش الصوت ونعود أرجع لك الكلمة نتذرك الناس اللي هما كانوا في تلك المرحلة ممكن يقدروا يكون مثلا الناس عندهم الأفق منتاحهم ضيق ما كانوش على بالهم بالأمور وأن نرىها رايحة كان فيهم باب حريات ما وش كما نقول مضبوط أخطاع يعني تقدر تكون أخطاع لكن هذا الموضوع هو ما كانش يتكلم لا على الفيس ولا على الارسيدي تسمى مادة كما نقول حق ذا مطاطا بمعنى أن الناس ما لازمش تستغل هذا الباب تقول هي تعتدي عن الحريات واقعا حصلت نعم واقعا حصلت لكن الناس هي ما عندهش هذه الثقافة ما عندهش الثقافة هذه أنت المشكل وينراه وكان هما داروا في الدستور في ذلك الوقت قال مثلا يمنع الوسموع هما هم جاءوا لها في الدستور اللي من بعد 96 باش تذكروها لو كان هما في ذلك الوقت في 89 قال مثلا داروا مادة في الدستور اللي هي تمنع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني ولا على أساس لغوي ولا عرقي ولا هذيك لو كان ربما هذه رهابات جات بالأخطاء هذيك أخطاء هذيك هي اللي أدات إلى فيما بعد على جل باش الناس تعدل الدستور وفيما بعد تروح الأمر وحد أخرى فضل الأخ جمال أنت سي نردينك نسملاح وقارنية في الناس أنا أهو أنا ما يدوغوني شباب أخوي أنا ركبة ميلة فهمت أنا سيد هذا لدار الدستور هذا وش رح نقول لك ما نقول لك ش يعني رو كان بانيها عاش أخوي على بنت الكلب ولكن ركبة ميلة ركبة ميلة ركبة ميلة وميلة مليح ميلة بان كومي الدكارات تعفلان وفلتان كان أسئلة طرح على روح كان ردينا أخوان يعني ممكن ممكن هما نقوله مثلا تقدر تقول لي باللي رأى كينا بعض الجهات مثلا في مسؤولية مختلفة كانت محتاجة إلى قال مثلا ما علي بليش أنا محتاجة للفيس محتاجة للنوع من السراعات المتحكم فيها على جمع وقع وقع ممكن ممكن أنا بنت لي كانوا محتاجين وحبوا يستعملوا وهرب لهم من يديهم ممكن هذه هي الخلاصة الواحدة اللي توصلت لها لأن الدنيا كانت مقفولة على بلهم كلك كبيرة وصغيرة على بلهم اللي صلي الصحول اللي ما صليش المغرب ما على بلهم مش بالأمور هذي كل ما نعرف شوفونا نقول لك شي اللي توصلت ليه هو أنه كان سراعات موجودة أو سراعات قديمة ما عندها علاقة بالفيسو ولا بال بس استنى بس حتقيق بركاسي نوردين سامحني أنا ما نش غير أنت طايحة غير على الفيس بها أنت فهموا مليحة أنا الفيس ضده اليوم وغض يعني ما أكون صريح معاك ولكن حتى الارسيدي ثاني وانت بالنسبة لنا خارج القانون أنت مليحة لحزب مليحة لحزب كومبينغ لبس أنت جزائري ولا حاجة أخرى جزائري ساعة تكلموا في حواج أخرين تصلي ما تصلي تروح للكباري ولا تروح لجمع أنت عصلات قبيلي ولا شاوي ولا بغدادي هذاك أمر يخصك قبل ما نصل لأمورات هذه يعني نكون واضح معاك نردين ما رانيش قاعد نقول غير الفيس اللي بالنسبة لي كان خارج القانون أن اللي مقتنع به هو أن لم تؤسس الدولة على أسو الصحيحة وكنت كل ما هذا يغني معاك متفاهمين ما نحطها لا في حمروش لا في بومدين لا في مصزار لا في عباس مدني لا في سعيد سعدي الدولة لم تؤسس على أسس صحيحة كان أشياء اللي هي منطقية لأن كنت خارج من ثورة ما عندهاش الناس تسمى البعد النظر كانت الناس تعلم فيها تجارب تسمى تجارب تجارب لكن الآن الحق لنا الوقت خلاص عندنا جامعيين عندنا ناس عباقرة في مجالة مختلفة وقال الأخطاء اللي وقعت في الماضي ما لازمناش نعود نكررها ويلا هنو نتجه نحو المستقبل أما باش الواحد هو يحصل لضف الدستور التاع 89 والدستير اللي قبله لا لا سننا حبز لا أنا ما رانيش قاعد نقول لك لازم الإنسان يبقى كما يقول كما نقول وحنا جوانا يبقى يرحي يبقى يعود يسير في المسير لا لا في القديم وشي هو كالناس من الجهتين كيتكلموا في الحكاية هذه انتع الفيس ويستعملوا في كلمات مطاطية لازم الأمور تص بما كانت وما هي عليه نستسمى الأمور بمسمياتها هذا ما كان هذا وش نقص ده مثلا كي يقول لك كي يقول لك انقالبوا على الدستور صحيح قالوا الفيس رح بعد يا مكان لا انتخلت ولو كل واحد يروح لدار ما يوم ما مطاط الناس اللي يقولوا في الكلام هذا ينسوا ويقولوا باللي الفيس ودرسيدي ما كانش لازم يكون منهار لول خلاص هذه وجهة نظرة تائبة نكون صريح معاك نقول لك الأمور كيف نرى لا نرى نرى لا نرى من حقك لا 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 ممكن نرى التفقيل ممكن في الأسلوب لا نرى كيف نرى نرى كيف نرى المسألة نعود رجال الكلمة لكي لا نرى الصوت كيف نرى المسألة نرى التي ننتظر هذا الفيس نحن الأشخاص من رأسك نحن هذه عباس مدنية وعلى الحاجة نحن من رأسك الإسلامي حقا كيف نكون واضحين تيار الإسلامي تقدر دخل فيه جاب الله دخل فيه حمص دخل فيه بن قرين دخل فيه وش كون حبيت المهم كيف نتوجه موجود لاعتبارات مختلفة هذا واسمه سعيد سعدي نفس الشي توجه ما والشخص في سعيد سعدي توجه دخل مع عيد حمد دخل معها وفرحات مهني دخل معها المهم دخل مع ناس آخرين كين توجه موجود كين توجه آخر وذي رأوا شعب عبر عليها في الـ 91 عبر ثلاث مدارس يعني توجه تعالي كاني مثل عباسي مدني تعالي التوجه الإسلامي وتوجه اللي كاني مثل مهري الله يرحمهم والتوجه اللي كاني مثل ايتحمد الله يرحمهم في ثلاثة كانوا مثل ثلاث مدارس اللي هو كانت كانت انتخابات حقيقية طبيعة الحال بالتجاوزات كانت كين التجاوزات لكن كانت كين انتخابات هي الانتخابات أفرزت ثلاث مدارس وذي كل ثلاث مدارس ما زالها موجودة واحد ما يقدر نحيح ما زالها موجودة ولو أنه تبدلت الأشكال تبدلت الأسماء تبدلوا الشخصيات ولكن المدارس هذه ما زالها موجودة بقنت الدستور هذا ما دهروه أنا أود لك فهم المسألة من خلال يعني تجارب ومن خلال البحث في الموضوع وكنت الجزائر خرجت من ثورة كان حزب واحد اللي هو كان يعني تحصيل حاصل كانت الجزائر لما هما داروا هذاك الاجتماع تعترها بولس تفقوا بالإجماع على جلبه يكون حزب واحد اللي هو جبالتحرير لأن الحزب هذاك هو اللي جاب الاستقلال هذه حقيقة لا ينقرها إلا إنسان جاهد جبهة التحرير الأصيلة اللي هما كانوا كلهم مجتمعين فيها فيها اسمه مهري فيها ايتحمد فيها كريم بالقاسم فيها كلهم كلهم كانوا مجتمعين في جبهة التحرير الوحدة تفقوا على جلبه تكون جبهة التحرير حزب سياسي واحد وتكون المعارضة في إطاره لأنه هما الناس اللي كانوا خارجين حزب جبهة التحرير سمع أنت حركة ولا ممش مجاهدين كان حزب جبهة التحرير الواحد واللي كان يعني كما نقوله الواجهة السياسية نتعجيش تحرير هكذا ضرك فيما بعد كينين الناس اللي هما غصبر واحم مع أنه كما قلت لك تفاهموا في مؤتمر طارابولس على جلبه يكون حزب واحد غصبر واحم مباشرة ولا مصانع ولا كانت الناس خارجة من الثورة غصبر واحم وفيما بعد مشوا في هذا الإطار دخلت معطيات واحد أخرى أنه هذه مقتنع بها هو أنه صل اختراق داخل مؤسسة الجيش صل اختراق داخل مؤسسة الجيش كانوا ناس يسعاوا داخل جبهة التحرير على جلبه يمروا بمرحلة إصلاحية وكانوا ناس اللي هما كانوا يسعاوا على جلبه تعطى لهم الفرصة بش يتخلصوا من ناس في قيادة الجيش من هذون تعجش تحرير لسيما هذون من المعربين كانوا يسعاوا على جلبه يراضيهم هذك حشيشي وهذك وش اسمه كان شخصيات أخرى كانوا في قيادة الجيش كانوا موجودين في جبهة تحرير لأنه جبهة تحرير في ذلك الوقت كانوا ضباط كانوا موجودين فيها في اللجنة المركزية فهما وكانوا نسلهم كانوا في الحباس كما نسلهم كانوا من التوجه هذا كانوا موجودين أيضا اللي هما كانوا في التوجه الإسلامي واسمه نحناح وعباسي مدني ولأخر ولأخر كانوا أيضا كانوا يسعاوا المهم حدثت أحداث رأى جاءت حدثت أكتوبر فيها من خلال الشهادات ومن خلال الناس اللي هما كانوا في الحكم يعني مثلا واحد كما أحمد طلب إبراهيم كان في الحكم هو بروحه قال لك باللي كان فيها جزء مفتعل وجزء فعلي بمعنى كان جزء فعلي كان هو ناتج من يعني كما أقوله من الشعب غضب مثل ما رأى الناس تحكي اللي يقول كان حاصل في ذلك الوقت كانت ندرة المواد والسلع كانت الطوابير في أماكن مختلفة كان احتجاج الناس على ارتفاع الإسعار وكانت واسمه أزمة اقتصادية ما ضربتش غالجزائر ثاني ثاني كانت أزمة اقتصادية عالمية في ذلك الوقت نتيجة الحرب إيران هذيك وأفغانستان وكذا وكذا المهم فيما بعد كان جزء مفتعل ما حصل في الحرك حرك كان جزء فعلي من الشعب هو أنه الناس كانت تحاوس على جلبش تنهي الأهدى الخامسة وكانت تحاوس على جلبش يكون رئيس يتكلن مع الشعب ويمشي وكان الناس اللي يتحاوس توصل للسلطة ولا تفرض أمر واقع فمسد دستور في تلك المرحلة هما داروا على جلبش يتخلصوا من هذا الفيضان الشعبي داروا حريات باش هم يسرعوا هذاك الاحتقان هذاك لكن الحريات هذه ما كانتش منظمة حيث هو أنه حصلت تجاوزات تجاوزات من كل أطراف الناس اللي هما كانوا في الفيض كانوا داروا تجاوزات وكوارث الناس اللي كانوا في الارشيدي كيف كيف داروا وسموه كوارث الناس اللي هما مثلا كانوا في الجيش ما كانش عندهم الثقافة المدنية كانوا مع أسكار عندهم تنظيم يمشيوا فيه لسيما هو أنه كانت أغلبيتهم كانوا هما ينتميوا الجيش تحرير هذاك والله كانت عندهم خارجين من ثورة ومازالهم مازالهم متمسكين بهذاك الجانب الثوري الانضباط كذا كذا كانوا هما يشوفوا باللي هذك شغل الدولة دولة ركبها ومن بعد حصل احتكاك من خلال المواجهات حصلت احتكاك دخلت هالناس من خلال وسائل الإعلام تغذي فيها ومن بعد حصل الناس كانت تخوف قال هاي إيران الجديدة هاي إفغانستين الجديدة همراحين يمنعوكم من كذا همراحين يحكم من كذا وقاعدين يحرضوا منه ومنه وحصلت المواجهة فضل الأخ أنا هكذا نشوفيها لكن التوجهات ما زالها موجودة مثل ما كانت السراعات لما تشوف أنت قبل الثورة السراع اللي كان بين أيد حماد وكريم بالقاسم وانت عاب طوبال ومع الحكومة المؤقتة كله ما زال يتردد بأسماء مستعارة ولا بأسماء حقيقية حتى داخل الحراكة ما زالت الناس تحكي على وصية عبان رمضان ما زالت تحكي على وصية ومجالات تفرض نعم تفضل لك الفضل نور الدين شوف نور الدين الشي اللي قلت كل النجم نقول لك نوافق فيه إلى حد كبير لكن أنا يعني بغيت نكلم بغيت نخب نمد لك رأي في الحكاية هذه لأن انت رك صريح وتقول الشي اللي يتمن فيه ذرك مع التاخيرة هذه حكاية نزار وميش وقوق الإنسان ولا تسويس لا تتقلق على الناس يقتلوهم ويديرو لهم ويعملو لهم أخي هكذا وجمع في البلاطو التليفزيون وفي انترنت قال لك هذا نزار كريمينال وكذا وشي هو أنت شير كنت تدير فيه أنت نقعد نتكلم وغير في يوتوب هذه هي الحكاية نعم ما فيش مشكلة يخي هك في قل من خمس دقائق دجمع ويجي يعدل روح ويدير الكرافط يسج مروح ومليح قدام الكاميرا ويبدأ قرآن مونزل الفيس ناس ملاح ما داروا ولو وهذا ببنضية وولاد فرنزا وداروا ومانيش عارف ايه ولد امي نشفى صغير نشفى على الجماعات الفيس يدي في لي بتري يمي صراو تجاوز صراو بس الناس كي تهدر نور الدين ما يمدوش سياق التاريخي ما يمدوش سياق التاريخي انتع الامور يا هدروا هكا يعني كيفاش حتى هذه القضية انتع لزر حتى قضية لزر مسيسة نعم ما سي طبعا انا نشفى نمتع لها ايه ايه مسيسة انا شوف نور الدين الحكاية انا هذي انا قول لي انقلاب على الدستور نقوله رب عدالية ما تحكي للا على الدستور لوالو لكن بغي ان نحكي وبطريقة جدية ما نحكي عليك انتا نحكي بصفة عامة حتى مع صحابي والدستور والإيراد حبس اروح نبدوها من السنسلة بالاليف والبا والتا واللي دار حسبو كي تقول لي كلامك ما هك نجي معاك نتقبل كلامك شوف نقول لك قاضية مقتنع بها مشي من الآن قل ذكرها مثلا فرض تروحها يعني كنا نتكلم في هذلك الكلام قبل الربيع العربي يعطيك صحاب مقتنع باللي كانت هناك سراعات مقتنع باللي كان هناك سراعات قديمة ما عنده حتى علاقة بها مزار ولا بس مدني ولا سعيد سعيد ما عنده حتى علاقة بها صراعات قديمة منها ما هو نابع من إرادة شعبية ومنها ما هو مفتعل دخل فيه فرنسا دخل فيها جهات وحد وخرى لأنه كانت هم عندهم أطماع على جلب يبقوا متحكمين في الجزائر والله يتحكموا في المسار تاح من بعد انت ذوق الدولة لم تؤسس على أسس صحيحة جاء بن بلا لقى وضع كيري فيه لأنه كانت الجزائر خارجة من احتلال من بعد جاء بومدين هو مشى في اتجاه ومن بعد بومدين كانت عنده نظرة بعيدة وكانت عنده أيضا ظروف ظروف دولية ومن بعد اللي هي أحاطت به وفشلت هذا المشروع اللي كان هو ماشي فيه بومدين جاء شاذلي يلقى ممشيتش الناس على جل باش تمشي في اطار دولة ومجتمع 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 الناس كل على جل باش نبني الجزائر مع بعض هذه لازم لها لأقل قرن قرن والناس تمشي في هذا التوجه باش فيما بعد اجيال واحد اخرى تمشي هي في الاطار المؤسسات احنا ممشيتش كل واحد يمشي خمسة سنين عشر سنين يجي واحد يقول ايا راح خلي كل ما جاءت ام لعنت اختها احنا المهم شوف صراحة المشاكل انا راني شوف فيها باللي ضق هذا تحريك قاضية نظار لحسابات حسابات وقادر بعض الناس اللي هما رام يدعي وانه رام هما ضد نظار وكذا رام يخدم في جنح انا للتشخيص هو انه هاو المشروع اللي يقبل البلاد هو المصالح الحقيقي الشاملة اروح نتحطه كيف كيف مع بعض نوضع المشاكل اللي وقعت فيها البلاد وهيا نلقو حل مع بعض والمصالح نلحق لها كثقافة نهار لتتخلص الناس من الاحقاد ومن الضغائن ونقول ونقبل بعضنا البعض ومن بعد نوصل لها اما باش الناس تروح تمشي في الحسابات في التهديدات وفي هذي كنتع كل واحد هو راح يحاوس يتخلص مع الاخر فيما بعد الجزائر هي اللي راح تدفع الثمن هاي لغة الاحقاد والحسابات واش دار في ليبيا هاي لغة الاحقاد قتل القذافي هاي الناس والتي تبكي على وقت القذافي هاي هو راح بطفليقة هاي والتي الناس يبكيوا على وقت علي عبدالله صالح هاي السودان كانوا الناس يهضروا على عمر البشير همولوا يبكيوا على وقت عمر البشير وهكذا هاي نحاوس على جلب بشن ابني والجزائر مع بعض دون ترباب فهمت دون ترباب أرواح كالناس اللي هما خطأ وتخيل انت هذا الانسان اللي راه هذرك في اليوتيوب والله في الفيسبوك وهذا لو كان جاء عنده هو حكم الزار لو كان البلاد رحها شي غير وسمو وبالتالي دون كنت سرعت مشاكل هذيك حنا نحاوس على جلب بش الناس تخرج من هذا المأزق بفضل الأخ جمال ان شاء الله عن اخت موار الناس كلمنا به يا اخويا رك رك الخصط الامر لو كان جاوش مع هذوي يدارين البيض يقول فيه وهذا قليل حتى لكن غالط ولكن قانع ما عليش قليل العدد ولكن الأغلبية تحم هم على بلهم بالضبط الشي اللي صرح على بلهم اكزاكتما سو كي سي باسي ويدري بليو يراوغو ويستعملوا في الكلمات المطاطية وهاو كما يقول لك هاي النتيجة هاو الريزو الناس ترجع لثقافة الناس كان اللي عنده أطمع هوس هو على جل باشي يوصل للجل اللي اسمه وكان اللي راهو يخمم على مصلحة البلاد أنا ما هتا أطمع هوس على مصلحة البلاد نزار أخطاء نعم لكن ما أخطاء شوحده أخطاء علي باللهاج أخطاء عباسي مدني أخطاء سعيد سعدي أخطاء ايتحمد بالنس كامل الغلصات هو ناديرها كشعار الجزائر أخطاء فيها الجميع أيوة أخويا واشي راح نقول لك يعطيك الصحة أخويا تبقى على خير ويعطيك الصحة على هذا الحسس أخويا شكرا للأخ جميع الله يبارك في عمرك سلام عليكم وعلى خير وعلى خير سلام عليكم شكرا برك الله شكرا